أرسلت تركيا تعزيزات عسكرية إلى شمال سوريا تشمل نحو مئة مركبة تنقل دبابات وأسلحة ثقيلة وقوات خاصة وعبرت التعزيزات العسكرية التركية معبر جرابلوس الحدودي باتجاه منطقة تقع قرب نهر السجور بين جرابلوس ومنبج ولا تبعد كثيرا عن الخطوط الأمامية حيث يتمركز مقاتلو مجلس منبج العسكري وتأتي التحركات العسكرية بعد أيام من تصريحات للرئيس رجل طيب أردوغان قال فيها إن بلاده ستؤجل العملية العسكرية المرتقبة ضد وحدات حماية الشعب الكردية بعد أن قررت الولايات المتحدة سحب قواتها من سوريا عندما أعلن سيد هذا البيت الأبيض انسحاب قوته من سوريا قبل أيام ترك الكثير للتحليل قيل إنه قرار يحاول عبره إرضاء الشارع الأمريكي وقيل أيضا إنه التزام بما كان قد تعهد به لكن الخطوة تتركت الكثير من التساؤلات حول شمال شرق سوريا وعن حسابات الربح والخسارة واشنطن بوست الأمريكية كانت من بين من تحدث عن هذه الحسابات قالت إن تركيا هي الرابح الأكبر وقالت إن قوات سوريا الديمقراطية ستكون في موقع لا يحسد عليه وبغض النظر عن المسوغات الأمريكية قصت تعرضت لطعنة في الظهر وخيانة كما علقت على الانسحاب الأمريكي وكما تظاهر بعض المحسوبين عليها في القامشلي وتخلى ترامب عن شريكه في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية على الرغم من أن القصد تعتبر أن المعركة لم تنتهي بعد في ساعات الليل تحركت المدرعات التركية عبرت معبر جرابلس الحدودي والوجهة من بج في توقيت القرار الأمريكي وفي توقيت تهديدات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشن عملية عسكرية عبرت الأليات التركية وباتت الأنظار مجدودة لتطورات شمال شرق سوريا وللكثير الكثير من التحليلات هل تخلت واشنطن فعليا عن الأكراد هل سلمت المنطقة لتركيا وهل تفتح هذه المدرعات النار قريبا وتفتح معها معركة طال انتظار تركيا لها وفي آخر ردود الفعل قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تحدث مطولا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن الانسحاب من سوريا والحرب على تنظيم دولة الإسلامية وقال ترامب إنه ناقش مع الرئيس التركي الانسحاب البطيء والمنصق للغاية للقوات الأمريكية من المنطقة حسب التغريدة للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من إسطنبول العميد صبحي ناظم توفيق الخبير العسكري أهلا وسهلا بك إذن ترامب يشير إلى الانسحاب البطيء والمنصق للغاية استراتيجيا وعسكريا ما الذي يعنيه ذلك؟ نعم يعني ذلك بالنسبة للتحشلات التركية يعني ذلك احتمالين الاحتمال الأول تعزيز القوات التركية لمسك الحدود التركية السورية لكي لا يتسلل نحو تركيا أحد من الذين تنهار معنوياتهم من قوات سوريا الديمقراطية أو قوات حماية الشعب الكردية الذين قد يتسللون إلى المناطق ذات الأغلبية أو ذات التواجد الكردي في الأرض السورية هذا الاحتمال أعفوا من الأرض التركية هذا الاحتمال الأول الاحتمال الثاني هو أن تركيا عازمة على إجراء العملية الأسكرية المرتقبة التي تأجلت كثيرا فيما إذا لم تسر الأمور على ما يرام في الأرض السورية أي إذا لم ينسحب الأمريكيون من جهة أو انتظارا لانسحاب كامل القوات الأمريكية من شمال سوريا أو من شرق سوريا أو الشمال الشرقي من سوريا وهكذا تسمى هذه العملية أو هذا التحشد يسمى في المصطلحات العسكرية أو الاستراتيجية سياسة التلويح باستخدام القوة نعم تركيا تم تأجيل هذه العملية العسكرية بالنسبة لتركيا رغم الدفع بتنزيزات العسكرية إلى الشمال السوري برأيك متى تدق ساعة الصفر لبدء هذه العملية؟ أنا أتصور لا تدق ساعة الصفر لهذه العملية إلا بعد الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية وحتى المستشارين الأمريكيين لكي لا تكون هناك إشكالات فيما إذا بدأت العملية العسكرية وبدأ القصف الجوي والمدفعي أي استخدام الأسلحة التي تسمى في المصطلحات العسكرية بالأسلحة المناطقية أي تستهتف ليست نقطة معينة وإنما منطقة كاملة فقد يضر ذلك المستشارين أو الأساكر الأمريكيين الموجودين في الأرض السورية بما فيها منبج وتركيا تبحث حاليا مهمة القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية مع الولايات المتحدة في المقابل جهات كردية تشير إلى أن أي اعتداء عليها سيؤدي إلى سحب هذه القوات المقاتلة ضد تنظيم الدولة في دير الزور هل يربك هذا الحسابات التركية الأمريكية؟ بالتأكيد ذلك ولكن فلنتذكر شيئا واحدا ومهما جدا أن قوات تنظيم الدولة في الأرض السورية انحسرت تقريبا في منطقة الهجين ومنطقة السوسة ونوعا ما على القرب من الحدود العراقية السورية أي في أقصى شرق سوريا القضاء عليهم ليس بالأمر الصعب وقوات سوريا الديمقراطية صحيح انهارت معنوياتهم أو تراجعت معنوياتهم بشكل كبير منذ اليوم التاسع عشر من هذا الشهر عندما تقرر الرئيس ترامب سحب القوات الأمريكية من الأرض السورية ولكن بشكل عام هناك بريطانيا وهناك فرنسا أيضا التي عرضتها القرار الأمريكي وقررتها في نفس الوقت دعم قوات سوريا الديمقراطية أو قوات حماية الشعب الكردية لغرض القضاء على تنظيم الدولة فقط وليس لأي شيء آخر فإذا؟ بناء على ذلك اليوم وفي هذه المرحلة ما بعد الانتحاب الأمريكي المرتقب ما بعد هذه العملية العسكرية التركية هل نتحدث عن تغير لشكل الصراع وتباثر للجهات المتصارعة في هذه المنطقة؟ دعم هناك احتمالان في هذا الاتجاه إما أن تنهار المعنويات ويقذف هؤلاء المسلحون من قوات سوريا الديمقراطية أو قوات حماية الشعب الكردية أسلحتهم ويسلمون أنفسهم وهذا مستبعد حقيقة ولكن من ناحية ثانية هذه المناطق التي يتواجد فيها المسلحون الأكراد سوف يفترض أن يستميتوا في الدفاع عن أراضيهم فيما إذا بدأت العملية التركية وأي دور لروسيا في ضبط الإقاع العسكري الميداني لمختلف الأطراف؟ علما أن الكثير من الأطراف تقول أنها المستفيد الأبرز نعم تركيا المستفيد الأكبر وكذلك بالنسبة لروسيا نعم بالنسبة لتركيا المستفيد الأول والمستفيد الثاني هي روسيا باعتبارها كانت محرومة بشكل أو بآخر من مناطق السورية الشرقي الفراد هناك كان التحالف الدولي هو المسيطر ويدعم قوات سوريا الديمقراطية في تلك المناطق روسيا بشكل عام لم تدخل حتى طيرانها في هذه المنطقة إلا بشكل جزئي جدا الآن أصبحت روسيا صاحبة القرار وهي صاحبة القرار في سوريا ولكن لم تكن صاحبة القرار في شرق الفراد وإنما في غرب الفراد والخط الفاصل بشكل عام في تصوري كان على ما أتذكر خط الطول 29 جزيلة شكر لك العميد صبحي ناظم توفيق الخبير العسكري من إسطنبول نتابع بعد الفاصل تونامي يخلف مئات الضحايا في إندونيسيا ترجمة نانسي قنقر شكرا شكرا